حديث مع قائد نادي الشباب الكابتن ناصر الشمراني فيبدأ رحب فيك كابتن خلينا نتكلم في المباراة الماضية يا كابتن يعني أهدر لعبي الشباب العديد من الفرص اليوم سيطر الشباب إجمالا على مجرية المباراة ولكن يعني بخطورة أقل هل طيب جاوب خلي عديل إزاقهاني جا لا تفضل كابتن إزاقهاني زعلان هل نتكلم والشي الحمد لله هذا هالكورت القدمت سيطر تمسك مباراة بس النهاية أهم شي النتيجة فريق الفتح اليوم من كرة مرتدة خطأ مننا وسجل قول نشوف مباراة كانت سجال بين الفريقين توقع كان مباراة أكثر تكتيكية من الفريقين اليوم علم سوى الشخصي لناصر تواجد على طراف كثيرا يعني اضطر للرجوع للخلف يمكن حتى آخر كرة في المباراة يعني فتحت سبرينت ما شاء الله تبارك الله من منتصف الملعب حتى منطقة الجزاء حين ما في حلول لوقات لما يكون ما في حلول لازم أن تتسوي يعني تخترع شي عشان الفريق عشان ما توقع أنه كان في حلول مجرية مباراة حاول نقد ما حاولنا لكن نقول هارد لك لنا هارد لك الجمهورنا مباراة توقع كانت مجملها جيدة مباراة المقبلة ما منادي الهلال ليش محتاج الشباب كبتن فهل مباراة بصراح؟ اللهي ما أدري ويش أقول لك لكن هذا الشيء اللي جابك عليه السيد كارينيو أفوا حبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر